ايضا الدكتور احمد ابو عبلا قال ان اصابة كريم فؤاد بكدمة خفيفة في الركبة فيش مشكلة كان عادة دايما بتحصل هذه الامور هي حاجات كلها بسيطة جدا الحقيقة فدكتور احمد ابو عبلا بيطمئن جمهور الاهلي على كريم فؤاد وان هو متاح ان شاء الله ان هو يكون متواجد مع اللاعبين في الفترات القادمة وقال ان اصابة اللاعب خفيفة وانه فضل خروجه من هذه المباراة حتى لا تتفاقم الاصابة وسيتم فحصه لاحقا ايضا مسحة طبية للعاب الاهلي اليوم استعدادا للسوبر الافريقي اجرى الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مسحة طبية اليوم قبل خوض مباراة سموح الودية وذلك استعدادا للسوبر الافريقي واجرى اللاعبون والجهاز الفني والاداري الحقيقة قبل بس ما اكمل الخبر ده الرجل الامام حضراتكو ده كابتن سمير عدلي كابتن سمير عدلي ده شيخ الاداريين في مصر الحقيقة وواحد من الناس كابتن سمير عدلي ده لو ان شاء الله نحاول نجيبه في حالة لانه عنده حكاوي كتيرة جدا 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 على اجيال كتيرة جدا 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 تاريخ منتخب مصر وتاريخ النادي الاهلي على مدار الكرة المصرية على مدار 30-35 سنة كابتن سمير عدلي يعني ربنا يدي له الصحة يا رب دايما ويفضل متواجد النجم الكبير الكابتن سمير عدلي هذا الرجل اللي عنده ان شاء الله نحاول نجيبه في حلقة لانه جبناه في حلقة بس اوعد حضراتكم ان الحلقة دي حيبقى فيها قصص اول مرة في حياتكم تسمعوها كابتن سمير عدلي لامام حضراتكم يعني ان شاء الله يبقى قريبا ان شاء الله يعني نحاول نجيبه لانه يستحق الحقيقة لانه تاريخ كبير من العمل الاداري سواء مع منتخبنا الوطني او مع النادي الاهلي لعبون النهاردة زي ما قلت لحضراتكم اجروا مسحة طبية استعدادة للسفر الى قطر والمحدد له يوم الجمعة المقبل الاستعدادة لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الافريقي الحقيقة ايضا برضو عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي لا يخسر السوبر الافريقي عندما يكون بطلا للدوري الابطال ويبحث عن اللقب الثامن الحقيقة ده فالخير يعني احنا بنقول كده فالخير لكن كرة القدم فيها كل شيء يعالم ايه اللي حيحصل دايما انا بقول لكم الكلمة دي ان كرة القدم فيها ثلاث نتائج مكسب وهزيمة وتعادل احنا دايما بنحاول نجيب لحضراتكم او بنتفائل الخير دائما تفائله بالخير دائما تجدوه وبالتالي نتمنى ان شاء الله خلاص ان شاء الله منتخبنا الوطن يلعب يوم السبت من بعد يوم السبت الاسبوع القادم بالكامل هيكون كل تعليقاتنا او كل تركزنا ان شاء الله على مباراة السوبر وفريقنا هيكون هناك بداية من يوم الجمعة القادم وفريق القناة بالمناسبة او الكرو اللي طالع مع الفريق هيكون متواجد وحننقل لحضراتكم كل ما هو مسموحا ينقل هتلاقوه على شاشة قناة النادي الاهلي كل مرة او قبل كل سفرية بقول لحضراتكم ان احنا دايما بنعمل الجهاز الفني عايزه دايما طبعا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفق ما بين رغضات الجمهور في النهاية تتطمن على فرقتها دائما وما بين الامور الفنية داخل الفريق وده يعني طريقتنا وده اسلوبنا خلال الفترات اللي فاتت منذ ان انشئت قناة النادي الاهلي وحتى الان